بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين ورحب بكم إخواني وأخواتي في الله في هذا الدرس في هذا الشهر الكريم الذي يسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم فيه على صيامه وقيامه وأن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين ومن عتقائه من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه يتواصلوا الكلام معكم أحبابي في الله في هذه الدروس المعنونة بقصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولازلنا وإياكم في ذكر أحداث قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ذكرنا في لقاء الأمس أن أحداث قصة الخليل عليه الصلاة والسلام كثيرة لذلك كان من المناسب أن نذكرها على درسين ونرجو من الله عز وجل أن يسعبنا الوقت وأن لا أطيل عليكم في هذا اللقاء حتى نختم هذه الأحداث ونستفيد من هذه القصة العظيمة ذكرنا موجزا في بداية درس الغد موجزا للأماكن والأحداث التي مر بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي أنه ولد ببابل من أرض العراق وهي أرض الكلدانيين وجرى له ما جرى من المحاورة والمناظرة مع أبيه في دعوته لأبيه وكيف ترفق بدعوة أبيه كما ذكر الله عز وجل في سورة مريم في أربع آيات يصدرها بقوله يا أبتي يا أبتي يا أبتي ثم بعد ذلك ما جرى بينه وبين أومه في مدينة بابل كانوا يعبدون الأصنام فدعاهم إلى الله عز وجل فآبوا فكسر أصنامهم عندما خرجوا في يوم عيد وأقام عليهم الحجة بعد ذلك في تفاصيل ذكرناها في درس الأمس ثم كذلك قلنا المحطة الثالثة له عليه الصلاة والسلام في طريق خروجه من بابل هو وزوجه سارة عليه السلام وابن أخيه لوط عليه الصلاة والسلام في لحظة خروجهم أو في طريق خروجهم من بابل متوجهين إلى أرض الشام إلى الأرض المباركة وقد مر بملك بابل وهو الملك الظالم الكافر وهو النمرود ابن النعمان وطلب منه إبراهيم عليه الصلاة والسلام الميرة الطعام فوقعت مناظرة أيضا ما ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة إذ قال إبراهيم ربي الذي حيوه ميت أذن ذكرنا هذه القصة في لقاء لمس خرج بعد ذلك إبراهيم بعد مناظرته لهذا الملك النمرود وبعد أن قام عليه الحج كما قال الله عز وجل فبهت الذي كفر والله لا يهد القوم الظالمين خرج إبراهيم وزوجه سارة وابن أخيه لوط عليه السلام خرجوا إلى الأرض المقدسة وهي الأرض المباركة والمقصود بهذه الأرض المباركة في هذه الآيات بلاد الشام وهي أرض مباركة ونطقت بذلك الأحاديث الكثيرة نسأل الله عز وجل نعجل في فرجهم وفي خلاصهم وفي نصرتهم وظهورهم على هذا الظالم الكافر الفاجر الرعديد وحزبه المجرم الملحد عندما وصل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى حران وحران معروفة من بلاد الشام وجد قوما يعبدون الكواكب وهم المعروفون بالصابئة الصابئة وإن كان بعض أهل العلم مختلفون في ذكر معنى الصابئة ذكروا لهم يعني معاني كثيرة ولكن المشهور عند العلماء أن الصابئة هم عبدة الكواكب والنجوم كانت لهم سبعة كواكب أو تسعة كواكب يعبدونها ويجعلون لكل كوكب يعني يسمونه إله أمر معين كآلهة السماء وآلهة الأرض والجبال والمياه يعني كل هذه من الأساطير من الخرافات ومن تلبيس الشيطان وإلا الله تبارك وتعالى هو الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى فعندما جاءهم عليه الصلاة والسلام الصابئة هذه المحطة الرابعة من حياته المبارك عليه الصلاة والسلام فنزل في حران ووجد هؤلاء يعبدون الأصنام فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن دعاهم إلى الله الواحد الأحد وجرت بينهم هذه المحادثة أو هذا المجادل والمناظرة وهي حقيقة يعني فكرة لطيفة قام بها عليه الصلاة والسلام ودعوة ذكية منه عليه الصلاة والسلام ولا عجب في ذلك فهو إمام الحنفاء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقيم عليهم الحجة فدعاهم بأسلوب يناسب عبادتهم سنرى بعد قليل كما أنه دعا عبدة الأصنام في بابل بأسلوب يناسب عبادتهم فماذا فعل عليه الصلاة والسلام قص الله علينا ذلك في كتابه الكريم فقال سبحانه وتعالى وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا هم يعبدون هؤلاء يعبدون الكواكب يدعون أنها آلهة من دون الله عز وجل الصابئة فراد إبراهيم أن يقيم عليهم الحجة من طريقهم يعني من طريق عبادتهم ليبطلها لهم عليه الصلاة والسلام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا كوكب من كواكب السماء التي خلقها الله عز وجل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي قال هذا ربي على سبيل التهكم بهم وعلى سبيل إقامة الحجة عليهم عليهم ولا لم يقل ذلك على سبيل اليقين والإيمان حاشاه عليه الصلاة والسلام إنما هذا على سبيل إيش إقامة الحجة عليهم فلما أفل قال لا أحب الآفلين أفل يعني ذهب وغار في السماء وهذا شأن الكواكب تظهر وتأفل أفولها غروبها وذهابها في السماء في الأفق قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا عومي إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهيه للذي فطر السماوات والأرض حريفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه بعد أن بيّن لهم عليه الصلاة والسلام أن هذه الكواكب تظهر وتأفل وتغيب وليس من صفات الإله أن يغيب هو الحي القيوم سبحانه وتعالى الذي لا تأخذه سنة ولا نوم فهذا ظاهر في بطلانها كونها ظهرت ثم تغيب ثم تأفل ظاهر في بطلان ألوهيتها عندها وقعت المحاجة بينه بين قوم هؤلاء الذين كانوا يعبدون الكواكب وهم أهل حران في بلاد الشام قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيء أوسع ربي كل شيء عما أفلا تذكرون أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لمنزل به عليكم سلطانا فيوا الفريقين أحقوا بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا إلى آخر الآيات إذن وقعت هذه المحاجة وإن كانت مختصرة لكنها تبين لنا سعة علم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وحسن دعوته وقوة حجته كيف أنه أقام الحجة عليهم واستدرجهم إلى هذا المستوى من التفكير حتى ظهرت حتى ظهر بطلان عقيدتهم وما هم عليهم من الباطل أفلت كيف تكون آله وتأفل فأقيمت عليهم الحجة عندها طبعا كما صورنا القرآن الكريم أنها وقعت المحاجة بينه وبينهم ثم تركهم في درس الأمس أنه لم يكن في ذلك الزمان على عقيدة التوحيد والإيمان سوى هؤلاء الثلاثة عليهم السلام إبراهيم وزوجته سارة وابن أخي لوط عدا هؤلاء كفار يعيشون في دياجير الظلام وفي غياهيم وفي غياهيم الجهل ودهاليز الكفر وإن اختلفت ملالهم ولكن في الجملة ملة الكفر واحدة فانطلق عليه الصلاة والسلام إلى المحطة الرابعة وهي حط رحله في بلاد مصر في أرض الكنانة وكانت بلاد مصر آنذاك كانت بلاد مصر آنذاك تحت ملك ظالم غشوم وهذا الملك كان مولعا وشغوفا بالنساء وكانت عيونه في كل مكان منتشرة فإذا ما وقعت أعينهم رجال الملك وجواسيسه فإذا ما وقعت أعينهم على امرأة جميلة أتوا بها إلى هذا الملك فعندما دخل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه سار وابن أخيه إلى أرض الكنانة مصر وكانت سارة عليه السلام أجمل النساء حسنا فرآها من رآها من حاشية الملك فذهبوا مسرعين إلى هذا الملك الظالم فقالوا له لقد دخلت امرأة إلى أرضك أجمل النساء وجها وحسنا ووضاءة وكان يقال من دينهم أنه لا يأخذ امرأة إذا كانت ذات بعل إلا بعد أن يقتل بعلها يعني هذا من دينهم أنهم إذا أراد امرأة لا يستطيع أن يأخذها غصما وإذا كان لها بعل زوج فهذا يدفعه إلى قتل بعلها فجاءت الرسل من هذا الملك إلى إبراهيم إلى حيث منزله عليه الصلاة والسلام فأخبروه بأن الملك يطلب مقابلة زوجتك سارة فعلم عليه الصلاة والسلام علم أن هذا الخبيث الرعديد يريد شرا به وبزوجته فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أنه قال لمرأته لسارة أن تخبر الملك أنني أو أنها أخت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام طيب قد يقول القائل وش الفرق الآن يعني هو سيغتصبها على كل حال والعياذ بالله وش يفرق إذا قالت إنه زوجها أو أخوها طح هذا سؤال ماذا يفرق لا يفرق الفرق هنا ما ذكرته لكم أنه لو قال إنه زوجها فهذا سيؤدي إلى قتل إبراهيم سيقتل إبراهيم ليستفرد بهذه المرأة أما إذا قال إنه أخوها سيتركه ما الحاجة في قتله إذن هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مخير بين مفسدتين بين مفسدتين بين مفسدت أن يقتل أو أن يكذب بين أن يقتل أو أن يكذب وفي حقة أمره ما كذب هو قاله من باب إيش التورية هذا الخبيث فهم من قول سارة عندما ذهبت إليه أنه أخوها أنه أخوها نسبا ولكن إبراهيم أراد أنه أخوها في الإسلام وهذا حقيقة الذي ينبغي للمسلم أنه إذا كان في ظرف ولا يمكن أن يرفع عنه هذا الحرج أو أن يرفع عنه هذا الحرج إلا بالكذب كما قال الله تبارك وتعالى إلا أن تتق منهم تقاه هذه التقية أو التقية هل في الإسلام تقية؟ نعم في الإسلام تقية لكن بهذه الظروف وبهذه الأطر الضيق جدا أن يكون الإنسان على وشك الهلاك أو يقع عليه الضرر عليه أو على ولده أو أهله أو ماله أو نفسه فهنا يتقي بأن يقول أمر خلاف الواقع حتى في التقية لابد أن يستخدم الإنسان أولا التورية كما فعل هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال هي أختي ما الذي فهمه الخبيث يعني هذا الملك أنها أخته نسباً وما الذي أراده إبراهيم أنها أخته في الإسلام ونظير هذا ما ذكره الصديق رضي الله تعالى عنه أبو بكر عندما سئل في الهجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله معظم المشركين فقال من هذا؟ فقال هذا هاد يهديني الطريق ما الذي فهمه هذا السائل؟ أنه دليل دليل يأخذ في الطريق لأنه كان في سافر الهجرة إنه أبو بكر يريد أن يعمل عيون عن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلوباً عليه الصلاة والسلام كما تعلمون فعندما قال هذا هاد يهديني الطريق ما الذي فهمه السائل؟ أنه دليل في الطريق وما الذي أراده أبو بكر يهديه سواء السبيل طريق المستقيم طبعاً هذا لا يكون ديداً للمسلم نحن ديننا مو كذب كما عنده للبدع تسعة عشار الدينة التقية كذبوا بل ديننا دين الصدق والأمانة والوفاء هذا هو ديننا المسلم يسكذاباً ولكن قد يباح له الكذب في ظروف ضيقة محددة لماذا؟ للمصلحة الراجحة مثل حديث الزوج مع زوجته ألا يباح له أن يكذب؟ بلى يقولها أنت أحلى وحدة في الدنيا قطعني هم أحلى وحدة في الدنيا صح صح لمصا جمعة الغير صح لا تخافوا نقوله صح طيب كذلك لو قالت له أنت أكرم الناس قطعاً هو مو أكرم الناس لكن يجوز وعليكم السلام والإصلاح بين الطرفين يذهب شخص ليقول فلان متخاصمين يقول فلان شوف هذه القلوب السليمة الآن انتكست الأمور الآن بدأ الإصلاح فساد يقول ما سبعتش قال عني كمس في الدوانية أوه الله طافك قال كيت وكيت 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 ويبدعت يفري ويقطع الأواصر الصداقة تقطيعاً هذا ليس بيخلق المؤمن المؤمن يصلح شوف اثنين متخاص من يقول ما سبعتش قال عني كفلان أوه أمس بدأ امدحك واثنع عليك أوه ما قال لأولي كذب ثم يذهب للثاني ويقول هذا كذب هذا كذب ما في كذب أحمر وأصفر وأخضر في الدين الكذب كذب ولكنه كذب مستحب كذب مستحب وهناك كذب واجب والأصل في الكذب أنه محرم واضح؟ كذب واجب مثل شنو؟ مثل يكون شخص ظالم غشوم أراد أن يطلب مظلوما ثم لاذ هذا المظلوم ببيتك وجاءك هؤلاء وسألوك وأنت تعلم أنهم لو أخذوا صاحبك هذا المظلوم وهو معروف أنه مظلوم أمر ما في لبس تعلم أنهم إذا أخذوا سيفتكون بسيقتلون هنا يجب عليك أن تقول خلاف الحقيقة لأن في حفظ النفس الكذب نعم مفسدة ولكن الصدق هنا ستكون مفسدته أعظم واضح الكلام؟ وهذه مسألة دقيقة جدا لكن يقال أن الأصل الصدق ما نستخدم التقية ليس في ديننا كما يقال هؤلاء تسعة وعشار الدين التقية شبق من الدين عين؟ وللتوحيد وللشريعة وللإسلام وللصلاة تسعة وعشار الدين التقية شدين هذا هذا ليس بدين محمد صلى الله عليه وسلم المهم أنه قال هذه الكلمة وقلنا هو ما كذب هذا في أيش؟ تورية تورية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذبات وهذه قلنا أيش؟ من باب التورية يعني إطلاق الكذب عليها في تساهل في هذه اللفظة في أيش؟ تساهل ولا وليس المقصود بالكذب الذي والمحرم الذي يعرفه الناس إنما من قبيل المعاريض ومن قبيل التورية قال إثنتان منهن في ذات الله يعني من أجل الله عز وجل قوله إني سقيم كما مر معنا قال إني سقيم أي عليل وفي الوقع ما كذب لأن المرض النفسي يسمى مرضا فقال إني سقيم وقوله قال بل فعله كبيرهم هذا عندما سألوه قال من فعل هذا بآلهة إنه لمن الظالمين قال بل فعله كبيرهم هذا وهذا معروف أن هذا ليس هو الذي كسر لصنا وهم يعلمونه قال ذلك ليس على سبيل إخبار عن خلاف الواقع كما هو تعريف الكذب إنما قاله على سبيل التهكم وهم يعلمون ذلك كما في بقية كما ذكرنا في الدرس الماضي قال والثالثة بينما هو ذات يوم وسار إذ أتى على جبار من الجبابر فقيل له إنها هون رجلا معه امرأة من أحسن الناس أي في مصر فأرسل إليه أي الجبار وسأله عنها فقال من هذه فقال إبراهيم هذه أختي يعني أختي في الله فقال أختي فأتى سارة فقال يا سارة يعني إبراهيم أتى إلى سارة وقال لها ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا يعني هذا الملك الظالم وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني وإذا رحت عندها في القصر واسألته قلت لزوج لا أخي في الله فأرسل إليها أي الملك فلما دخلت عليه أي سارة ذهب ليتناولها بيده من جمالها عليه الصلاة عليه السلام قام هذا الفاجر وأراد أن يأخذها بيده فأخذ أي منع كأن شيئا منعه ربطه وحجزه عنها فأخذ قاله ادعي الله ولا أضرك قال الملك لها ادعي الله أن يفك ما أنبي من هذا الأخذ والمنع ولن أضرك فدعت الله فأطلق ثم أراد أن يأخذها الخبيث مرة أخرى غدر ولم يفي بوعده فأخذ مثلها أو أشد أخذه العزيز الحكيم سبحانه وتعالى فقال لها ادعي الله ولا أضرك فدعت الله فأطلق بعدها دع هذا الخبيث ببعض حجبته أي خدمه فقال إنكم لم تأتوني بإنسان وإنما أتيتموني بشيطان وكذب هذا الخبيث المخبث بل أنت الشيطان الإبليس الكذاب الأشر وهذه الصديقة المبرأة الطاهرة زوجة الحبيب الطيب عليه السلام فقال ما أتيتموني بإنسان وإنما أتيتموني بشيطان فأخدمها هاجر يعني من ما بالإكرام لها مثل ما يقول حتى كما يظنه وحتى يفتك من شرها وهي المنزهة عن ذلك عليه السلام أعطاها هذه الخادمة هاجر فأخدمها هاجر فأتته أي أتت هاجر أتت سارة إلى إبراهيم وهو قائم يصلي لأنه عليه الصلاة والسلام لا جاء إلى الله عز وجل كما قال الله عز وجل واستعين بالصبر والصلاة وإنها لا كبيرة إلا على الخاشعين إلى آخر الآيات فالإنسان إذا وقع عليه ما وقع من الهم والبلاء فخير معين يكون له الصلاة أن يستعين بالله تبارك وتعالى وأن يستعين بالصبر على ما نزل به من البلاء وأن يدعو الله تبارك وتعالى فهذا الذي كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ذهبت زوجه رغما عنه عليه الصلاة والسلام واحتاطة بأنه قال لها قولي إنك أختي ولا تقولي إنك زوجتي لهذا الفاجر فزع إلى الصلاة أو فزع إلى الصلاة يدعو الله عز وجل أن يحفظه وزوجه من شر هذا الخبيث فأتت وهو قائم يصلي فأومأ بيده يعني أشر له ما قطع صلاة قال يعني ما هي يعني ما الذي صار ما الذي جرى فقالت سارة رد الله كيد الكافر في نحره وأخدم هاجر يعني رد الله كيده وما نالني بسوء بفضل الله عز وجل وما مسني وليس هذا فقط بل أخدمني هاجر وهاجر امرأة قبطية من القبط كما هي أمنا أم المؤمنين ماريا القبطية وهذه يعني كذلك أخدمها هاجر فهي تعتبر جارية عند سارة عليه السلام بعد ذلك عاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة وجاريتها هاجر وابن أخيه لوط أصبحوا الأربعة عادوا إلى الأرض المقدسة مرة أخرى ألا وهي بلاد الشام وفي بلاد الشام قالت هاجر قالت سارة وكانت امرأة عقيما وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتمنى الولد فقالت لإبراهيم لزوجها قالت إني أهديك هذه الجارية أن هي ملك لسارة فأهدتها لإبراهيم حتى يستطيع أن يطأها فقالت تسرى بهذه الجارية بهاجر علّى الله تبارك وتعالى أن يرزقك الولد وفعلا تسرى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فحملت وأنجبت له إسماعيل عليه الصلاة والسلام الذي هو جد العربي المستعربة الذين من نسلهم عدنان ومن نسلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنجبت له إسماعيل فبعد أن أنجبت له إسماعيل دبت الغيرة في نفس سارة وهذا هو شأن النساء يعني هذا أمر لا تملكه المرأة ولا تؤاخذ عليه ما لم تخرج عن حد القصد الشرعي الغيرة أمر متوقع من المرأة وسبحان الله يعني النساء عينهم الله يعني لأنهن يغرن على الزوج من المحارم ومن الحلائل أما الزوج فإنه يغار على امرته من الأجانب فقط صح يعني ما قليل يغار الزوج على زوجته من أولادها ولا من أخيها أو من أبيها قليل هذا أو نادر لكن المرأة تغار على زوجها من الأقارب ومن الأجانب واضح تغار على زوجها من النساء الأخريات التي هن يعني ليست لسن بمحارم له وكذلك تغار المرأة على زوجها من محارمه من أخواته وأمه بل بعض الزوجات تغار حتى من من أولاده نعم من بناتها إذا وجدت يعني حضوة لدى الزوج تجاه بنياته على كل حال هذه الغيرة متوقعة ومقبولة ما لم تخرج إلى ما لم تخرج عن القصد والإطار الذي جعله الشرع الحنيف ما لم تصل لحد ذلك فمقبولة وعلى الزوج أن يقدر هذا الأمر طيب فغارت سارة عليه السلام وما تحملت خلص تصبر يوم يومين ثلاثة شهر شهرين أقل أكثر تحاول أن تتأقلم مع هذا الوضع الأمر يعني بالنسبة لها كأنه خرج عن نطاق السيطرة فما كان منها إلا أن طلبت من إبراهيم طلبا حازما عليه الصلاة والسلام أن يغيب هاجر وابنها عنها خلاص ما يقعد معها نمكان واحد حتى ترتاح وحتى تؤدي حقوق الزوج وفعلا عزم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يخرج بسارة أبنى أن يخرج بهاجر إلى مكة تشرفها الله وقبل خروجه أمر ابن أخيه لوط عليه الصلاة والسلام أن يتجه إلى الأردن وتحديدا إلى قرية سدوم وكان قومها كفارا فجارا أشرارا يفعلون فاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين ويأتينا إن شاء الله ذكر قصة لوط وما بعد المهم التجه لوط عليه الصلاة والسلام إلى سدوم على البحر الميت من قرى الأردن والسدوم طبعا يعني تستطيع أن تقول كالمحافظة مثل المحافظة لأنهم هي قرى سدوم مجموعة من القرى يعني كالمحافظة في سدوم وتضم مجموعة من القرى يسكنها هؤلاء القوم الفجار الكفار الأشرار الذين أرسل إليهم نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام وتأتينا إن شاء الله قصته فيما بعد المهم أنه وجه ابنه ابن أخي إلى الأردن كما قلنا واتجه وترك زوجه سارة في أرض حران من بلاد الشام واتجه عليه الصلاة والسلام إلى بيت الله الحرام كانت هاجر عليه السلام أيضا تخشى وهذا يقع بين الضرائر يعني لو سلمت ضرائر من هذه يعني إن صحت العبارة الأمور الكيدية لسلمت منها أمهات المؤمنين خير النساء الأرض صلوات الله عليهم الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهن وأرضاهن فهكذا كان أمر معلوم والقصص في هذا كثير بين عائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة أو بين عائشة وصفية فكان يقع بين الضرائر ما يقع رضي الله عنهن أجمعين فهذا أمر مقبول كما قلنا لأنهن يبقين بشرة فكانت هاجر تخاف تخاف من سارة أن تكيد لها وأن تفعل الأمر معين طيب لأن أيضا في نهاية المطاف هي تبقى جارية هي ليست في مقام سارة حيث مقامها من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسيأتينا كيف أنها عندما ماتت كيف حزن إبراهيم عليه حزنا عظيما هذه المرأة المباركة الحرة الشريفة وهي ابنة عمه قلنا هي سارة ابنة هاران عم لوط عم إبراهيم فهي لا تدانيها في النسب ولا في الحسب ولا في المكانة فكانت تخشى منها أن يقع عليها ضرر أيضا في رحيلها فماذا فعلت فأخذت النطاق ويقال هي أول من وضعت النطاق من النساء النطاق أو المنطاق وهو ما تشده النسوة على خصورهن وجعلك له ذيلا طويلا ليعفي أثرها عشان عشان ما تتبع حسارة طبعا سارة أن تتبعها ولكن سبحان الله يعني هكذا وقع في نفسها فذهب إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهاجر عليه السلام إلى بلد الله الحرام عندما أتى بلد الله الحرام كانت هناك دوحة الدوحة يعني مثل المرتفع التل الصغير يكون عليه شجرة فترك إبراهيم عليه الصلاة والسلام زوجه هاجر وابنه إسماعيل الرضيع عند هذه الدوحة وترك في بيت الله الحرام في مكة ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم نصي القرآن الكريم وترك عندهما جرابا فيه تمر كيس فيه تمر وماء ثم انصرف فتعلقت به هاجر وقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي المنقطع غير ذي زرع أين تذهب صحراء قاحلة أين تذهب وتتركنا يا إبراهيم وهو عليه الصلاة والسلام لا يلتفت لا يلتفت لها تعلقت به مرارا تسأله ثم قالت له الله أمرك بهذا قال نعم فقالت هذه المرأة المباركة إذن لن يضيعنا الله أكبر من يقولها جماعة الخير هذه كل واحد فينا يعني يقيم الدنيا ولا يقعد في صحراء قاحلة ما تراكم في فندو خمس نجوم في صحراء قاحلة ليس فيها زرع ولا ثمر ولا ماء لكي شوفوا التوكل وهذه عاقبة التوكل أيها الإخوة عاقبته عظيمة إذا صدق الإنسان في التوكل وأن يقول فقط توكل بلسانه ولا يكون هذا الأمر مستقرا في قلبه هذا لا ينفع ولا يثمر الذي يثمر صدق التوكل الذي يظهر في مثل هذه الظروف الحالكة فقالت آه الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لن يضيعنا وصدقت لم يضيعهم الله عز وجل ولن يضيعهم بل أكرمها وأعزها وأعلى من ذكرها وخلد من ذكرها وفي كل عام ليس في كل عام بل في كل دقيقة ملايين من البشر يحيون ذكر أمنا هاجر السعي بين الصفا والمروة أحياء لذكر من لهاجر ففي كل لحظة يحياء ذكرها وأصبح الآن في هذا الزمان في الفضائيات والنقل للمناسك الهج على مدار ربو عشرين ساعة ينقل الكعبة والصفا والمروة إذن تنقل هذه المشاد التي هي تخليد لذكرى هذه المرأة المباركة انظر إلى عاقبة التوكل والصدق مع الله عز وجل فقالت آه الله أمرك بهذا إذن لن يضيعنا تركهم إبراهيم حتى أصبح خلف أكمه ورأى أنهم لا يرونه استقبل القبلة ودع الله البيت الحرام الذي سيبنى لأنه أخبر والعلم عند الله عز وجل أخبر أنه سيكون في هذا المكان بيت الله عز وجل ولكنه إلى الآن لم يؤمر ببنائه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات إلى آخر الآيات العظيمات هذا الدعاء المبارك الذي دعا به هذا النبي الكريم فاستودع الله هذه الأمانة ابنه الذي جاء بعد ثمانين سنة ثمانين سنة وهو يشتاق إلى الولد وبهذه السهولة أمره الله أن يتركه تركه انظر إلى هذا الصدق مع الله عز وجل والامتثال التام لأوامر الله سبحانه وتعالى انطلق وعاد إلى بلاد الشام مرة أخرى قامت هذه المرأة المباركة هاجر فأرضعت ابنها تشرب من هذا الماء المتبقى القليل معها وتأكل من هذا الجراب من التمر ثم يدر اللبن في ثديها وترضع وردها انقطع الماء نفذ الطعام إذن لا تأكل إذن لا يدر اللبن في صدرها أو في ضرعها فأخذت تتلوى من الجوع ويتلوى ابنها من الجوع ويصيح ويبكي ولا ماء ولا مغيث ولا طعام أين تذهب فنظرت يمنة ويسرى فرأت أكمة أي جمل برتفع وهو جبل الصفة فجرت ورقت على هذا الجبل علّها أن ترى أناسا من بعيد من يغيثها فلم تجد أحدا ثم نزلت وهرولت لأنه وادي هي كانت في وادي بين الجبلين بين الصفة والمروة وادي المكان الذي الآن في الحرم شرفها الله اللي بين العلمين الأخضرين في الصفة وفي جري هذا وادي هذا في الأصل لكن مع البنياء الآن خلاص طبعا أزيل الوادي ولكن في الأصل هو وادي والوادي كما جاء في الحديث لا يقطع الوادي إلا إلا بشدة طبيعة البشر أنت في وادي بتصعد شون تصعد تبشي على راحتك لا تقعد في مكانك سنة لكن ترفع ثيابك تشمر وتشد في المشي والجري حتى ترقى هذا الوادي تخرج منه فالوادي لا يقطع إلا إلا بشدة فكانت عليه السلام إذا انصبت قدمها في الوادي رفع ثيابها وجرت لترقى على جبل المروة فتنظر من بعيد هل ترى أحد هل ترى مغيث وهكذا سبع مرات صفى مروة مروة صفى صفى مروة مروة صفى سبع مرات تجري بهذه الطريقة وفي المرة السابعة سمعت صوتا فقالت لنفسها صح صح صادها صح صح في لغة العرب إذا أراد أحدهم أن يسكت الآخر أو أن يسكت نفسه يقول صح يعني استمع اسكت فقالت صح طبعا تقول هذه الكلمة لنفسها ولا ما أحد معها تقول يعني اسكتي تسمع هذا الصوت من أين أتى لا تكاد أن تسمع شيئا وإذا به الملك أتاه الملك من الله تبارك وتعالى لأنها قالت إذا لن يضيعنا فأتاه الملك وضرب تحت قدميها فانفجرت زمزم فجرت ماء زمزم فانكبت هذه المرة على هذا الملك يعني تخيّد رجل شخص في صغراء قاحلة وينفجر الماء أغلى من الذهب هذا وش سوى بالذهب الماء هو الحياة فانفجر الماء من أسفل قدمها ثم انكبت عليه تزمه يعني تحوظه تجعل مثل حوظ في التراب حتى تخشى أن يسيح في الأرض فينتهيه فكانت تزمه أي تحوظه وتحاصره فسمي زمزم هذه الماء المباركة شفاء سقم وطعام طعم ماء مباركة منذ آلاف السنين وعين لا تنضب ماء معين زلال إلى يومنا هذا ببركة هذه المرأة المباركة التي قالت إذن لن يضيعنا فخرج هذا الماء ماء زمزم ثم شربت ودر اللبن وأرضعت ولدها فهنيئت عليها الصلاة والسلام وأخبرها الملك أن هذا المكان سيكون فيه بيت الله بيت الله الكعبة شرفها الله زادها الله تشريفا وتعظيما ومهابة وقال إن هذا الغلام سيبني هذا البيت وأبوه ثم انصرف مرت الأيام وهذه العين لا تقف وهذا الماء والعذب والزلال يخرج في قلب هذا الوادي وقلب الصحراء مرت قبيلة جرهم من العرب العاربة الباقية نحن قلنا عرب عاربة بائدة وعرب عاربة باقية هذه عرب عاربة باقية لمنهم جرهم وقحطان فمرت قبيلة جرهم فعندما مرت رأت وإذا بطير يحوم حول هذا الوادي هو وادي بين الجبال فرأوا هذا الطير فقالوا والله ما عهدنا بهذا المكان فيهما والطير لا يحوم بهذه الطريقة إلا على ماء فأرسلوا واردهم أي غلامهم لينظر وفعلا جاءهم مسرعا قال نعم هناك عين ما والماء بالنسبة للعرب في تلك الصحراء يعني أغلى من الكنوز فاتجهوا مسرعين هذه القبيلة جرهم وإذا بهاجر عليه السلام وولديها إسماعيل عليه السلام يعني جالسان عند هذه الماء يشربان منها فاستأذن جرهم هاجر أن يشاركوها في الماء شوف سبحان الله هذه ترى من الشيام العربية الأصيلة وإلا يعني ما لا تستطيع هذه المرأة أن تفعل لو كانوا هؤلاء قوم يعني أنذال في مخسة وذناء ما عندهم الشهام العربية الأصيلة لغلبوها على هذا الماء لا تستطيع أن تدفعهم وهي أمرأة ضعيفة وهم قوم أقوياء شداء رجال ولكنها الشيما العربية ومكارم الأخلاق فاستأذنوها أن يشاركوها في الماء فأذنت لهم ولكنها اشترضت شرطا قالت يبقى هذا الماء لي يعني أنا صاحبة القرار النهائي لكن شاركوني فلقي هذا الاقتراح من جرهم لقي في قلب هاجر موافقة لأنها تحب الأنس تريد أحد يؤنسها في هذا المكان الموحش فسكنت قبيلة جرهم العربية مع هاجر عليه الصلاة والسلام ثم توفيت بعد ذلك هاجر عليه السلام ورحمة الله عليها ورضي الله عنها وجمعنا بها في جنات النعيم وشب إسماعيل عليه الصلاة والسلام بين قبيلة جرهم فتعلم العربية وإلا هو لسانه ليس بعربي نحن قلنا الأنبياء العرب أربعة هود وصالح وشعيب ونبينا صلى الله عليه وسلم عد ذلك من بني إسرائيل ولغتهم ليست العربية فتعلم إسماعيل عليه الصلاة والسلام العربية منهم ولكن الله زاده فصاحة فكان أفصح الناس وهذه الفصاحة ورثتها قريش قريش من عدنان ينتهي نسبهم إلى عدنان من إسماعيل من إبراهيم فتوارثوا هذه الفصاحة ولذلك قريش هي أفصح العرب أفصح العرب قاطبة لغة قريش العرب لغات لهجات كلها عربية وهذا القرآن نزل بهذه الأحرف السبعة على لهجات العرب فأفصحوا القراءات وأيسرها وأحسنوا لهجات العرب لهجة قريش التي ورثوها عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام الذي زاده الله فصاحة وبيانا نشب أو يعني شب بينهم عليه السلام وكان كأحسن الشباب هيئة وقوة ورأيا فزوجوه منهم رغب جرهم رغب جرهم في هذا الولد ليكون منهم وتزيد هذه القوة رابط النسب والمصاهرة بين هذا الرجل الذي وليس منهم صليبة وبين جرهم فزوجوه امرأة في يوم من الأيام جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليرى وديعته أي ابنه وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يستخدم البراق البراق الذي جاء لذهب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس في قصة الصلاة المعروفة فيقال والله أعلم أن هذا البراق هو الذي كان يستخدمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في تنقله في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والبراق يعني جاء وصفه دون البغل وفوق الحمار أكرمكم الله وهي دابة أهلة وهي دابة نعم تضع حواثرها عند منتهى طرفها بقدرة الله عز وجل يمر كلمح البصر في التنقلات فجاء إلى مكة ليرى وديعته فطرق الباب سأل عن إبعان عن إسماعيل فدل على بيته ذهب إلى بيت إسماعيل طرق الباب خرجت امرأة السلام عليكم عليكم السلام أين من أنت أنا زوجة إسماعيل أين زوجك ذهب في الصيد كيف حالكم قالت نحن في شر حال فقر حالتنا حالة وجوع في حال يعني رثة في حال مؤلمة فقال لها إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا جاء زوجك فأقرئه مني السلام وقولي له غير عتبة بابك ذهب جاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام كأنه أنسى من البيت شيئا فقال هل أتاكم أحد قالت نعم أتانا رجل هذه صفته أتانا شيء هذه صفته هل قال لك شيئا قالت نعم سألني عن حالنا فقلت له نحن بشر حال وفقر وجوع وحاجة قال هل أوصاك بشيء قالت نعم أوصاني وقال لي أن أقول لك أن تغير عتبة بابك قال إنه والدي ويأمرني بفراقك الحقي بأهلك أنت طالق قد يقول القائل وهم مسألة هل يجب على الإنسان إذا أمره والده أن يطلق زوجته أن يطلقها هذه مسألة تقع وهي من المشكلات حقيقة والظاهر والله أعلم التفصيل قال أهل العلم إن كان أبوه ولن هذا الأمر وقع أيضا لعمر بن الخطاب وقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد عمر من ابنه عبد الله بن عمر ونطلق زوجته فقال له أطع أباك أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقال العلماء إن كان أبوه كحال الفاروق أو كحال إبراهيم يعني في الصلاح والتقوى والورع فنعم يطع والده لأنه من كان كذلك لا يتصور منه أن يأمره بهذا الأمر ويكون ظالما متعسفا في أمره تجاه هذه الزوجة في الأغلب الأعم أنه لا يقول ذلك إلا وقد رأى أمرا سيئ من زوجته واضح الكلام أما إذا كان أبوه ليس بذاك الصلاح وفي المقابل لم يظهر من زوجته سوء فلا يطلق زوجته لا يبر والده بطلم زوجته طيب ماذا يصنع يحاول أن يسجد وأن يقارب أن يصلح بين الأمور والإنسان إذا تلمس مفاتيح النجاة وأسبابها فلن يعدمها بإذن الله عز وجل المهم طلقها ثم تزوج أخرى من جرهم ما كث الله ما شان يمكث جاء إبراهيم مرة أخرى بعد فترة طرق الباب خرجت امرأة أين زوجك ذهب للصيد كيف حالكم نحن بخير والحمد لله نحن بأحسن حال فقال لها إذا أتى زوجك فأقريه السلام وقولي له ثبت عتبة بابك طبعا سميت المرأة بالعتبة هنا كما يعني يقول أهل العلم حاولوا أن يستنبطوا هذا الأمر وقالوا لأن الإنسان إذا دخل البيت أول ما يستقبل من الزوجة كما أنه إذا دخل الباب يستقبل بعتبة الباب أتى إسماعيل عليه الصلاة والسلام من الصيد كأنه آنس شيئا قال لزوجتي هل أتاكم أحد قالت نعم أتانا شيخ هذا وصفه قال ماذا قال لك قال يقرئك السلام قال هل أوصاك بشيء قالت نعم يصيك بأن تثبت عتبة بابك قال ذلك والدي وأمرني أن أمسكك فأمسكها ثم أيضا مرت الأيام وجاء إبراهيم للمرة الثالثة عليه الصلاة والسلام ووجد إسماعيل عند دوحة قلنا مرتفع شجرة بقرب ماء زمزم وبيده نبل يبريه عصي يبريها يجعلها سهاما فجاء إبراهيم فتعانق بعد فراق طويل كما يعانق الوالد والده والولد والده بعد فراق طويل ثم قال له يا بني إن الله أمرني أن أبني له بيتا ههنا وأراه قواعد هذا البيت طبعا هذه المسألة محل خلاف طويل بين أهل العلم هل البيت الكعبة شرفها الله كانت موجودة قبل إبراهيم أم لا محل خلاف عند أهل العلم الظهر والله وعلم فيما بين أيدينا من القرآن الكريم ليس معنى نص لا من كتاب ولا من سنة يبين أن البيت كان مبنيا قبل إبراهيم بل الذي ذكره القرآن الكريم أن أول من وضع هذا البيت هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين قال الله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك تسمع العليم فهذا هو الظهر لكن ينقل في كتب أهل الكتاب أن الذي بناه قبل ذلك آدم عليه الصلاة والسلام والذي بناه قبل آدم الملائكة الله أعلم بذلك طبعا هم قالوا هذا الكلام قالوا لأن الله عز وجل يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وقال الله عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت بوأنا أعلمنا فقالوا بوأنا يعكب موجود قالوا هذا ما يلزم بوأنا أخبرنا أن هنا سيكون البيت لكن ما يشترط أن هذا يكون مبني قبل ذلك وهذا هو الظاهر والله أعلم فقالنا هنا سيكون بيت الله فأمر إبراهيم ابنه إسماعيل أن يأتي بالحجارة وتعاون عليهم السلام في بناء هذا البيت العظيم بيت الله أشرف بقعة وأطهر مكان على وجه المعمورة الكعبة شرفها الله ويحاذيها البيت المعمور في السماء السابع لو سقط سقط على الكعبة زادها الله تشريفا وتعظيما ومهابة بيت الله الحرام فأخذ يبنيانه ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع سبحان الله يبنيان بيت الله الحرام وهما نبيان كريمان عليهم السلام ويقولان ربنا تقبل منا يعني يرجوان من الله أن يتقبل منهما فماذا نقول نحن إذا عملنا بعضنا يعمل العمل ولا حول وقت الله بالله وكأنه يمن على الله بهذا العمل ولا حول ولا قوة الله بالله ثم عندما ارتفع البنيان آتاه يعني وضع إبراهيم عليه السلام حجرا ما يسمى بمقام إبراهيم هو حجر في الأصل مقام إبراهيم فصعد عليه كالدرج لأن البنيان ارتفع حتى يصل إلى أعلى البنيان فيضع الحجارة وكان هذا الحجر الذي يسمى بمقام إبراهيم كان ملتصقا بالكعبة إلى زمان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعندما وجد عمر رضي الله عنه زحمة الطائفين كثر المسلمون وكثر الطائفون فوجد أن هذا المقام في هذا المكان يعيق الطائفين فأمر وأخره إلى مكانه الحالي وهذا يقول العلماء من المصالح المرسلة هذه ليس شرع مصلحة مرسلة فعلها إمام المسلمين وهو الفاروق ليسهل على المسلمين أعمالهم بني البيت بيت الله الحرام وبقي مكان حجر في أحد أركان البيت أحد زوايا البيت الأربعة فأمر إبراهيم ابنه إسماعيل عليهما السلام قال هاتي ايتيني بحجر اذهب والتمس لي حجر لأضعه في هذا المكان فذهب إسماعيل ليلتمس حجرا لوالده ولعله تأخر فعندما رجع وأتى معه بحجر وإذ بالمفاجأة يجد ويرى حجرا أبيضا قد وضع في هذا المكان فسأل إسماعيل أباه إبراهيم من الذي أتاك بهذا الحجر قال أتاني من لم يعتمد على بنائي ولا بنائك أتاني به الله تبارك وتعالى أي من جنات النائي فهذا الحجر من الجنة ولكن سودته خطايا بني آدم وهذا الحجر يوم القيامة كما جاء في جامع الترمذي أنه يوم القيامة يأتي وله عينان وله لسان يشهد على من استلمه بحق وما معنى استلمه بحق أي استلمه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل كما فعل بعض الجهل الآن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بدع يفعلونه من التمسح به وغير ذلك وهذا يعني خلاف ما جاء به السنة على النبي صلى الله عليه وسلم المهم بني هذا البيت بعد ذلك ما وقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ونقترب من ختام هذا النقاء أنه عليه الصلاة والسلام أمره لذبح ابنه إسماعيل وهذا يعني كما مر معنا يعد ابتلاء واختبار عظيم لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يعني ولد أتاه بعد ثمانين سنة وهو بكره ومعاشر الآباء خصوصا الآباء الرجال يعنيانا يعرفون قيمة البكر وخصوصا إذا كان البكر ذكرا له يعني حظوة في النفس هذا أمر لا يملكه الإنسان لا يملكه أن يدفعه يجب عليه أن يعدل في القسمة ولا يفرق بين أولادي لا الصغير ولكن يبقى البكر له حظوة لا سيما إذا كان هذا البكر صالحا بارا خيرا يزيد خيرا على خير فأتاه بعد ثمانين سنة وهو بكره والتقى معه بعد فراق طويل ثم يجد منه هذا الصلاح وشاركه في بناء هذا البيت ثم بعد هذا كله يؤمر بذبح ذبح ذبح ينحر قال الله عز وجل فلما بلغ أو قال سبحانه وتعالى وقال إني ذاهم من رب سيهدين قال ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم وصف إسماعيل بالغلام الحليم بينما سيوصف إسحاق بالغلام العليم واضح ما المناسبة لا فيه مناسبة كي فيه مناسبة من الحكم أن إسماعيل عليه السلام وصف بالحليم لأنه مقام الصبر فنزل عليه البلاء أن يذبح فصبر واحتسب وانقاد لأمر الله عز وجل فهذا مقام نال به هذا اللقب العظيم بأنه حليم قال فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي أي صار شابا وقويا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك وجاء في الحديث الحسن أن رؤية الأنبياء حق قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ما هو رأيك فما كان من هذا الإبن البار الموفق صلوات الله وسلامه عليه لأنه قال قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابري وبأشرة لم يتلك يقول لا عدمونها الدرجة وبعد الله يهديك لا إحنا ما اتفقنا ذبح لا تشوف غيري حين بعض الأولاد بعض الأولاد صلى الله عليه يهديهم أبوه بشي أطلب منه يا أوليدي ودني دوانية ودني كذا خلاص المعاملة ستين مليون عذر يعطيه وما عنده شيء شذوب ما عنده شيء يعتذر يدق على واحد من ربعة نطلع المطعم يقول أبشر أبشر بسعدك يطلع مع المطعم هذه حقيقة مشكلة مشكلة كبيرة واللي ما في خير حق والدينا ما في خير ما في خير والله لو لو حفظ القرآن لو حفظ القرآن والكتب التسع وأصار ابن تيمية ما هو بار بوالدينا انزع يدك منه ما في خير فهنا هذا الابن البار مباشرة لم يتلك قال يا أبا افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم أي استسلم لأمر الله تبارك وتعالى ووحيه استسلام تام فلما أسلم وتله للجبين تل على وجهه قالوا حتى لا يرى تعابر هذا الوجه فربما تدركه الرقة والعاطفة لا يريد جعله على وجهه ليبدأ في نحره فلما أسلم وتله للجبين أي بدأ في نحره فأبطل الله عمل هذه السكين كما أبطل إحراق النال له من قبل سبحانه وتعالى وناديناه أي يا إبراهيم نداه الجبار جل في علاه قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين والله بلاء عظيم من يطيق هذا البلاء من يطيق هذا البلاء ابنك لو تشوكه شوكه تتألم فكيف أن يذبح ومن الذي يذبحه أن تتذبحه قال إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم ولذلك الله تبارك وتعالى قال على إبراهيم في آية النجم قال وإبراهيم الذي وفاه 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 واجتاز جميع الاختبارات والابتلاءات كما نقول نحن في تعبير المعاصر امتياز مرتبة الشرف أدعو دعا هاجر هاجر قل كذا يقول كذا ابن البيت بنى البيت أترك الرضيع وزوجتك يتركهما أقتل ولدك يقتله قمة في الامتثال ولذلك وفاه كل اختبار وفاه على التمام والكمال صلوات الله وسلامه عليه فداه الله عز وجل بذبح بكبش عظيم أقرا أبيض ألزله الله له وذبحه طبعا القصة المعروفة أنه تله إلى يعني كان ذلك في ميناء وظهر له الشيطان في هذه الأماكن الثلاث يرجمه وهذا جاء أثر عبد الله بن عباس قال الشيطان ترجمون ومن لتأبيكم إبراهيم تحيون أو كما قال رضي الله تعالى عنهما ففي هذه الأماكن رجمه حصبه بالحجارة كان يحاول أن يثنيه عن الامتثال لأمر خالقه سبحانه وتعالى ولكنه وفقه الله وثبته الله تبارك وتعالى ثم فداه بهذا ذبح العظيم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن الذبيحين وابن المفديين ابن الذبيحين إسماعيل وأبوه عبد الله ألم ينذر جد عبد المطالب أن يذبح أن يذبح أحد الأولاد وكان في القرى تاقل عبد الله وقال ابن المفديين المفدى الأول إسماعيل فودي بكبش عظيم بذبح عظيم الكبش أقرا وأبوه عبد الله فودي بمئة من الإبل التي أصبحت عادة عند العرب وسنة عند العرب وهي الفدية فدية القتيل ثم جاء الإسلام وأقر العرب على ذلك وأقر الجهل على ذلك وأصبحت الفدية إلى يوم من هذا تعادل مئة من الإبل فبعد ذلك عليه الصلاة والسلام بعد أن فداه حتى قال غير واحد من السلف قالوا بأن القرون قرون هذا الكبش علقت في البيت إلى زمان قريش نوع من التذكار علق هذه قرون الكبش الذي فدي به إسماعيل عليه السلام قال حتى احترقت الكعبة كعبة أصابها حريق وتصدعت لذلك بنتها قريش بعد ذلك كما تعلمون قالوا حتى احترقت الكعبة فاحترقت هذه القرون لهذا الكبش الذي فدي به إسماعيل عليه الصلاة والسلام نختم بذلك أنه عليه الصلاة والسلام بعد هذا كله عاد إلى عاد إلى أرض الشام وبقيت حقيقة قصته مع إسحاق ومولد إسحاق وقدوم الملائكة إليه ولكن الوقت قد طال عليكم ولا أحب ونوطيل أكثر من ذلك فنرجع هذه القصة قصة مولد إسحاق وقدوم الملائكة على إبراهيم إلى درس الغد لأنها لها علاقة بقصة لوط عليه الصلاة والسلام فإلى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر